اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام مرحبا بكل من التحق بين اللحظة في هذا الجزء سنتحدث عن تبعات كورونا والحجر الصحي لكن هذه المرة ليس من الناحية الصحية أو من ناحية الصحة الجسدية لكن بعض المشاكل النفسية التي تنجم عن استمرار الحجر الجزئي وبعض المظاهر السلبية التي رافقت الحجر من بينها بعض المشاكل العائلية من تعنيف أسري وارتفاع حالات الطلاق في هذه الفترة الحساسة نتحدث عن العنف الأسري وثقافة التبليغ من أجل ذلك استحدثت وزارة التضامن آليات للحد من هذه الظاهرة ولتسهيل عملية التبليغ عن حوادث التعنيف نتحدث أيضا مشاهدين الكرام عن البرنامج الذي خصصته وزارة التضامن لإسعاف ومرافقات الفئات الهشة في المجتمع الجزائري تبعا لضائرة أو لمجابهة وباء كورونا كل هذه النقاط سوف أحاول استفاضة فيها رفقة ضيفي هنا في السوديو الأستاذ جمال رحيم المستشار بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صباحك سعيد وشكرا لك على تلبيت دعوة صباحك أسعد سيوسامة بركنا الله فيك شكرا شكرا جزيلا لك وأنت دائما تحل علينا ضيف عزيز شكرا جزيلا لك إذن ربما السياق الذي نتحدث فيه كل ما يحدث الآن وكل ربما ما يتم الإعداد له دائما ما نعطيه السياق مجابهة فيروس كورونا لأننا في مرحلة حساسة وإن كان ربما هذه المرحلة استمرارها أصبح يخلق المواطن من بعض المظاهر السلبية التي تبعناه وأكيد أن تصلكم ربما الشكاوى تصلكم المعلومات أكثر وأكثر ولديكم خلينا نقول الأرقام بدقة تنامي ظهرة العنف الأسري العنف الأسري فقط ليس بين الزوج والزوجة الأطفال ربما الأبناء يشتكون لغيرها من الأمور ربما في حال استمرار فيروس كورونا أو في حال استمرار هذا الوضع مع أنه لدينا عودة للحجر مجددا كيف ستكون الأمور النفسية داخل العائلات الجزائرية قبل نتحدث عن برامج التي عدتها وزارة التضامن شكرا فعلا ما تمر به اليوم الأمة في ظروف جائحة كورونا حاليا واللي نظن أنه امتدام شهر مارس بدأت يعني عدت الجزائر العدة لمكافحة هذا الوباء ووفرت كل إمكانيات ضرورية من أجل الوصول إلى جبح وكبح تفشي هذا الوباء كان قطاع تضامن الوطن والأسرة كان من بين قطاعات الوزارية اللي كان عليها أنها جابه وبصفة دقيقة وبصفة منظمة هذه الجائحة كوننا كقطاع نتكفل بشرائح مختلفة من المجتمع منها أطفال كبار سن دولة احتياجات الخاصة الأطفال في ظروف صعبة يعني يحتل الجنوح طفولة في إطار مؤسساتنا اللي يبلغ عددها حاليا 158 مؤسسات اللي تعمل في نظام دوام الكامل الشامل وكانت سيدة الوزيرة يعني خذت كل إجراءات اللازمة سواء عن طريق مديرية نشاط الاجتماع والتضامن الموجودة عبر الولايات سواء عن طريق الخلية التي نصبت لهذا الغرض على المستوى قطاعنا الوزاري من أجل المتابعة الدقيقة واليومية لإحترام مختلف التدابير المتخذة في هذا الشأن ومنها التطهير المستمر وكذلك عدم السماح بزيارات الخارجية حتى نضمن أننا تبقى يعني لهذا الشخص المسين خاصة الأشخاص المسينين في منأة عن أي عدوة كانت وفي هذا الإطار كذلك فيه الأطور التربوية اللي بدلت مجهود كبير من بداية جائحة كورونا في إطار يعني تنظيم العمل عن طريق فرق حتى نتمكن من محاصرة الوباء وبالتالي توقيف انتشاره وهذا من بين الآليات اللي كنا يعني اعتمدنا عليها ذكرت ربما المؤسسات التي تستقبل المسنين ودور رعاية المسنين ربما نتحدث نحن عن سياق النفسي أو تأثير السياق النفسي أو العبلة النفسية الذي تأثر بسبب جائحة كورونا نتحدث عن هذه الفئة فئة المسنين في دور الرعاية الصحية ودور العناية بالأشخاص المسنين هل الآن ربما من خلال متابعتكم لهؤلاء وضعيتهم النفسية تغيرت تحس أن هذا القلق موجود أم أنه هما أشخاص لحد الآن يعني هما من الأصل راهما منعزلين على المجتمع ويعني وصولهم لتلك المرحلة ولذلك المكان بعد أن تخلى عنهم الجميع هو فعلا هو فيه الجانب العاطفي ولكن هنا في مؤسساتنا فيه ما يسمى بإنشاء أجواء عائلية لضمان العيش الكريم للشخص المسن الشخص المسن في دور العجازة ما يبقاش مكتوف الأيدي هو عنده فيه نشاط سواء البعض اللي ما زالت عندهم قدرات وخبرات في مختلف الحرف يقوموا بهذا النشاط التحهم إضافة إلى البرامج التربوية الموضوعية لأنه ما يخفاكش أنه فيه برامج تكفل بها الفرق التربوية والأخصائي النفسانيين يوميا في إطالة المتابعة ما يخفاكش أنه الضرف صعب جدا خاصة مع جائحة كورونا لأنه سابقا كان فيه تنظيم خارجات يعني استجمامية طرفيهية ولكن حاولنا أننا نعوض هذه عن طريق سواء بتنظيم بعض الموائد مسديرة بين الأشخاص المسنين تطوير بعض الألعاب اللي تخليهم يعني ما يحسوش بمرارة يعني الوقت إذن بالتالي وصلنا أننا فيه تكييف للآلية الموجودة وبالتالي إشراكهم كذلك في الحياة اليومية للمؤسسة هذا اللي خلى كثير منهم يمروا هذه المرحلة وتمر إن شاء الله ومرت إن شاء الله وتمر بإذن الله تعالى بصيفة إن شاء الله مطنبة جائحة كورونا تمر ولكن ربما ليس كما يراد لها نتمنى أن ترفع هذه الجائحة ويرفع هذا الوباء لكن كانت لها مخلفات على المستمع الجزائري نتحدث عن العنف الأسري أنواع ربما الشكاوى التي تصل وتصل للجهات الأمنية المتعلقة بالعنف الأسري ما هي الأنواع الأكثر انتشارا؟ فعلا هنا تحسبا كانت سيدة الوزيرة وعطت تعليمات من أجل إنشاء بعض الآليات الإلكترونية اللي تخلي المجتمع يتواصل وبالتالي كنا طلقنا للإشتشارة الأسرية في شهر أفريل هذه الإشتشارة الأسرية كان الهدف منها أولا إعطاء الفرصة لمن لم يتمكن من إشتشارة أخصائيين نفسانيين أن تكون عنده هذه الآدات متوفرة وبالتالي الدخول إلى هذه الخدمة الإلكترونية يعني ما شهدتش إقبال كبير لأنه فيه الأسرة الجزائرية في كثير من الأحيان معتامدة على الكتمان على كتمان أسرانهم هذا سياق هذا سياق لما نتحدث عن التطبيق نتحدث عن صعوبات التي قد يواجهها يعني هو التطبيق عام موجودة هو أنه فيه الفرق موجودة فرق سواء الخالية الجوارية المنصبة الموجودة عبر ولاية الوطن سواء مكتب الوسيط الوسيط الأساري الموجود على المساوى مديرية النشارة الاجتماعي يعني متأهبين على تم الاستعداد لتكفل بكل ما يأتي في هذه التطبيقة إن شاء الله تمشي هذه التطبيقة بصيفة عادية التي تخلينا أكثر إرياحية في تعامل مع الناس لأن المورد البشرين متوفر الألية موجودة على غيرها الأليات الأخرى التي وضعت لتعرف نشاط داؤوب يعني فيه نشاط وحيوية خاصة فيما يخص الأشخاص المسنين في وضع الصعب لتعرف هذه الخدمة الإلكترونية تجاوب كبير يعني هذا اللي يجعلنا أننا دائما نتفاعله على أساس أنه حتى جانب الاستشارة الأسرية سوف إن شاء الله تعرفتني كذلك نجاح في هذا الأرقام يعني الأرقام لازالت منخفضة لازالت منخفضة ولكن في مقابل هذا فيه الرقم الأخضر 25 مع المتعامل الموبيليس اللي يسمح كذلك ربما لبعض الأسر أنها تطرح هذه الإشكاليات وبالتالي يتمتكف بها لأنه ربما في بعض الأحيان أستاذ جمال العائلة أو خلينا نقول أهم الأنواع وسياغ العنف الأسرية الذي يحدث هو الذي يحدث بين الزوجين يعني هذه ربما الإحصائيات العالمية والإحصائيات في الجزائر في بعض الأحيان لو نتحدث ربما عن تطبيق إلكتروني لغيرهم الأمور هناك بعض من لا يتقن هذه التكنولوجيا هناك ربما من لا ما تدخلش في رأسه أنه يقول لك نروح نقدم شكوى بالزوجة التاعي ليتوقف التعنيف الأسري الآن هل بحاجة إلى تعليم هؤلاء حاجة إلى أن نفكر في أمور أخرى أن تتحدث عن الرقم الأخضر ربما الرقم الأخضر وسيلة ناجعة لأنه دوشيفرت هذا الشيء فعلا هذا الشيء اللي خلناه لأنه هذا الرقم كان معطل وهذا ما دفع سيدة الوزيرة أنها تعطي بعض البدائل وبالتالي هذا البديل نظن أنه بديل لبديل يعني كافيل كافيل أنه لكن بالنسبة للعنف الأسارين مشيغل بين الزوجين حتى فيها أطفال كثيرين حاليا يعانوا من بعض مشاكل الاستقرار لأنه خاصة بالنسبة للأطفال اللي يكون عندهم إفراط في الحركية وهذا الإفراط في الحركية لما ما يوجدش المجال المجال البيئي والمجال ليخليه يعني يخرج يفرغ هذه الشحنة الإيجابية الموجودة في الأطفال وبالتالي هذا ما يخلق بعض من ولكن بعد هذه الإرهاصات كلها لما نشوفه ما يحدث لما نحطو وجه يعني لما الإعلامي حاول يوصل للرؤية الحقيقية لما يحدث لما الإنسان يصاب هذا هو الحق لما نعرف باللي الألم اللي لم بالإنسان موصول لهذه هو اللي يخلينا ربما نحمد وربي سبحانه وتعالى أكثر من أننا موجودين في بيوتنا وفي منأة عن الإصابة بهذا الفيروس أكيد أكيد يعني اليوم لدينا هذه عبارة عن تطبيق هو استشارتك العائلية هل توجد هناك تطبيقات أخرى تختص بهذا الجانب جانب التبليغ عن تعنيف الأساري لا هو فعلا هو البوابة الإلكترونية المفتوحة تعطي للمتصل خيارات أنه سواء بالتبليغ عن شخص بدون مأوى سواء بالتبليغ عن مسن في وضعية صعبة سواء بالتبليغ عن أسرة في وضعية صعبة كذلك سواء استشارة نفسية لمتاحها هنا لما أكدنا على أساس أنه الاستشارة لأنه في كثير من الأحيان الناس محتاجة إلى مكان ليسمحها وبالتالي قطاع تضمن الوطني يعني آذان وصاغية لما يجي من طرف المواطنين لأننا في آخر المطاف نحسه على أساس أنه هذا القطاع قطاع يعني متحمل عباء كثيرة خاصة أنه في إطار تكفل سواء بالفئات الهشة داخل المجتمع سواء بدول إحجاجات الخاصة وكذلك توفير ما يمكن توفيره من أجل الارتقاء لأنه اليوم النظرة الجديدة في القطاع هي نظرة كيفية الانتقال من مبدأ الاتكال على الغير والحماية إلى مبدأ التنمية الاجتماعية الحقيقية طيب لما نتحدث أنا أعود دائما إلى تعنيف الأسري لأنه القضية المطروحة دائما للنقاش في الوقت الراهن في وقت الحالة النفسية ربما التي تبدلت لكل الجزائريين الآن تقدمون استشارات نفسية يعني هل يستطيع البوابة هذه البوابة أنها تقدم خدمات أخرى للمعنفة مثلا أسريا أمرأة مثلا التي تعرضت للتعنيف ربما لما تلجأ لهذه البوابة هل يتوقف الأمر عند استشارة فقط نفسية بأنه نقدر نتابع هذه القضية ونروح لمتابعة ربما لا قانونية هو أشوف هو الفرق الموجودة خاصة نتكلم على سواء الخلايا الجوارية أو الوسيط الأساري أو مكتب الحماية الاجتماعية الموجودة على المساودي للتنصر الاجتماعي مؤهل أنه بالاتفاق مع الشخص المعنف أنه يوصل إلى ما يجب أن نوصل إليه لأنه في أخر المطاف حماية هذه الفئات من صلاحية القطاع لما نشوفه باللي فيه أشياء لا يمكن السكوت عنها إذن لا يمكن السكوت عنها وبالتالي نروحه إلى يعني أبعد نقطة لأبعد نقطة ممكنة حتى ولو أنه حتى ولو لاستعان بالقضاء أو بالجهات الأمنية من أجل محاولة توقيف هذه الآليات أو هذه السلوكات العدوانية التي تحدث بين الحين والآخر بعض النساء وبعض المعنفات اليوم رهن بين سندان ربما العنف الأسري وبين مترقة أو العكس يعني الكتم وما تحبش تفضح ما يحدث داخل الأسرة تقول لك نعيب رح نوصل العلاقة الزوجية تاعي ربما للانهيار سيما لما يكون عندي أطفال يعني دائما تخمم في أولادها وتخمم ربما في تبعات اللجوء إلى استشارة نفسية أو حتى إلى خلينا نقوله رفع دعوة قضائية قد تخرجها الخاسر ربما كيف نغير هذه الذهنية؟ ما هو في علم النفس فيه ما يسمى بضور الوسيط سواء عتاء المستوى يعني الوسيط الهدف تاعه أولا هو كيفية يعني التقليص من حدة الإشكال الموجود قبل أن توصل إلى يعني يدخل في النصف كوسيط للإصلاح قبل كطرف بعيد عن المشكل ليحاول أنه يوجد توافقات لازمة ليقدر يقترحها للإنسان اللي يكون عنده هذا الإشكال لأنه عملية الكبت المستمر هي اللي تأدي في كثير من الأحيان إلى ماله أحمد عقباه وبالتالي إدخال الشخص ثالث في النزاع ممكن أنه في حل حالة للقضية وبالتالي يقرب وجهات النظر يقرب وجهات النظر وبالتالي في كثير من الأحيان للواسيط الأوصالي لأنه ما تخفاكش على أنه كل هذا الفرق الموجودة هي فرق متكونة فرق خضعت إلى تكوين متخصص سواء في البسيكوتخوما سواء في الإشكالية العائلية الإشكال العائلية يعني فيه أخصائي نفسانيين فيه مربين فيه حتى مختصين في العالم الاجتماع لعندهم يعني باع طويل وعندهم تجربة كبيرة في إطار تكفل من مشكلة الاجتماعية ينظن أنه على الناس اليوم أنه محتاجين أنهم يوجدوا المجال اللي يفضفتوا فيه وبالتالي هذا الاستشارة المتاحة موجودة فيها يعني حتى كتمان سر تعالي نسا دماء يعني ربما هذه نقطة إيجابية حاليا يعني حتى الإنسان لما يتقدم أنه يمد ربما يفرق قلبه كما قلت ويحب إنسان يسمعه والله يدي استشارة نفسانية يعني الأمور مضبوطة بالسرية والكتمان ويعني ما يتخافش حتى هذه الزوجة والزوجة لأنه التعامل الأولية رح يكون تعامل إلكتروني بحث إلا إذا كان يعني احتى هويتك مش بها يعني احتى هوية غير أنك مطالب أنك تذكرها إلا إذا كان الطالب يعني يحبذ أنه يتقدم إلى المصالح إلى مصالحنا إلى مديرية النصارات الاجتماعية عبر المكاتب الموجودة من أجل يعني سرد أكتر ومحاولة يعني إيجاد الميكانيزم حتى الحضور الجسدي عنده عنده دور كبير كذلك إذن هنا كل الفرقة هذه موجودة من أجل هذا ربما المشاكل التي صحبت كورونا ليست المشاكل النفسية فقط اليوم عندنا شرائح كثيرة من مجتمع تضررات عندنا فئات هشة هي اليوم هناك من قطع العمل تاعه هناك ربما وناس أصلا كانوا بدون أجر وبدون خلين نقول مدخول وزارة التضامن في هذا السياق ما هو البرنامج الذي خصدته باش تكفل بهذه الفئات الفئات الهشة نتحدث ربما عن فئات أيضا الأشخاص بدون مأوى يعني البرنامج المسطر وماذا سيكون مستقبلا هو هنا يعني إضافة إلى المؤسسات الموجودة حاليا اللي تكفل بالأشخاص بدون مأوى سواء مصالح الاستعجال الاجتماعي المتنقلة سواء دور الرحمة كنا يعني نظرا للعدد الكبير اللي كان موجود واللي كان اللزام علينا تكفل به إنشاء فضاءات إضافية عبر العديد من الولايات الوطن حتى نسمح بهذه الأفراد أنهم يكون عندهم حجر لأنه من غير ممكن أنك تأخذ أشخاص وتعود تخليهم يكون ناقل للعدوى بالتالي كان في حجر للأشخاص هدوما وكان فيه كذلك عمل اجتماعي لمحاولة أنه الناس يعود لأسرة تاحهم يعني في هذا المدة 14 يوم كانت كافيلة أنها تعطي متسع من الوقت لمختلف الفرق الطربوي من إيجاد الحل لبعض الإشكالات وبالتالي اليوم نقدر نقول باللي العمل متواصل ودعمناه بموقع خدمة إلكترونية جديدة اللي هي تبليغ عن الأشخاص بدون وضعية صعبة لأننا مدركين من أننا كقطاع وحدنا لا يمكن لنا أنه نلم بجميع ما يحدث داخل المجتمع على هذه أنه تبليغ وتكافل تكافل الاجتماعي يعني المواطن في حد ذاته يمارس المواطن كحلقة أساسية في بناء المجتمع هو اللي عليه يعني أولا دور أساسي في إطار سواء في تبليغ عن أي حالة اللي يشوفها أنها وضعية غير سوية سواء عن طريق المجتمع المدني وننتكلم هنا على يعادة تفعيل لجل الأحياء لأنه أقرب نقطة للمواطن هي لجل الأحياء التي تكون أقرب لما يحدث تنظيم الأول يعني التنظيم الأول والأساسي في بناء تكافل اجتماعي حقيقي ومنظم هو لجل الأحياء تحدثت عن تكافل الاجتماع الحقيقي تابعنا بعض الصور يعني صور رائعة رسمها الجزائريين منذ بداية الأزمة وتابعنا مثلا الصور تضمن مع ولاية البوليدة جمعيات الأحياء جمعيات خلينة وطنية انخرطت في العمل التطوعي للتعقيم لغيرها من الأمور لكن ارتسمت صورة قاتمة أخرى اليوم مواطنين ربما لا نقول كل لكن فئة كبيرة لا تلتزم بتدبير الوقاية لا تلتزم بتعليمات الجهات الصحية والنتيجة ظاهرة اليوم ارتفاع كبير في الأرقام والأعداد أعادنا ربما إلى الحجر الجزئي لبعض الولايات اليوم المسؤولية لو خلينا نقول لسنا هنا للتنظير أو لنحدد المسؤوليات لأي شخص لكن كمواطنين نتحدث اليوم دورنا في القضاء على هذه الأزمة شوف سامن إذا كنت تكلمو بلغة صراحة نقوله باللي الفيروس هذا يقول لك يحشم أنه تلت رحان تلت جيبه البيت وبالتالي فإن الحالة قال ناقلة والفرد إذا كان هذا الفرد غير منضبط داخل المجتمع اللي عايش فيه سيكون هو الناقل هو اللي يكون عنده الضوء الأساسي والضوء الرئيسي في نقل العدوى علينا أننا إذا كان ما التزمناش بالإجراءات المنصوصة عليها سواء في إطار الصح للقطع الصحي وتدابير المنصوصة سواء التعقيم سواء اليقظة والحيطة الفيروس اليوم أحد الميكانزمات اللي تتقضي عليه هو الحيطة والحذر فيه أليتين فيه القناع الصحي اللي لازم وفيه كذلك تبع الجسدي هذه ظاهرتين كفيلتين بجبح وما تخسر بأي وما تخسر حتى حاجة لكن بعد السلوكات السلبية اللي نشوفها يوميا تتكرر رغم أنه هذه الجائحة عادت للجزائر بصفة أقوى لأنه في وقت ما كان فيه تحكم كانت دولة عطات وبدلت جميع الإمكانيات يعني بعد ربع أشهر اليوم نسجلوا أرقام قياسية يعني هذا هي الإشكال لأنه دخل الحلقة فيها عدم احترام للسياق كأن الناس ملت أستاذ جمال كأن الناس فترت لا ماشي قضية ملل لأنه يعني لازم صحه ربما ماشي قضية ملل لأنه نقول باللي الحذر والحيطة نقصت لذى الناس الآليات آليات المجابعة يعني كنا نشوف التطهير اليومي للشوارع كنا نشوف التطهير للمؤسسات فيه يعني نقصة الحدة إذن علينا أننا نواصلوا في نفس الوثيرة لأنه الفيروس ما خسروا له يتجدد هو متجدد إذن علينا أننا أولا احترام تدابير المنصوص عليها مهما كانت يعني لما الإنسان يخرج عنده ياخذ لابا فيتاعو في إطار عنده تباعد الجسدي لازم يحترموا ولازم يكونوا سيصالوا سيفيزم وإطار حرية الناس لأنك هذه أشكال من أشكال العنف تقدر عدم احترام هذه التدابير هو شكل من أشكال العنف تجاه المجتمع وبالتالي علينا إذا كان نريد أن نخرج من هذه الدائقة ونخرج منها علينا أننا أولا نحترم الإجراءات المتخذة حاليا وقضية الحذر والحيطة وأن كل إنسان يحاول أنه يكون يعني يكون وحده ويحاول أنه حاول أنه يقطع تلك الحلقة نقطع الحلقة في أخطار أسبوع عشر أيام أقصى تقدير خمسة يوم ونخرج من هذه الجائعة أستاذ جمال رحيم المستشار بوزارة تضامن الوطني الأسرة وقضاء المرأة شكرا لك على هذه المشاركة وهذه المعلومات والتحليلات مشاهدين في كل مكان إلى هنا نأتي إلى ختام فقرة بأعمال رابعة غرفة الأخبار لا تزال مستمرة ببقية فقراتها سلام الله عليكم اشتركوا في القناة